التزيف والتدليس فبركة دابت عليها قطر في نهجها للنيل من الأشقاء رسالة كشف عنها تقرير لتلفزيون البحرين في رده على رواية الدوحة واعتبرها تحريضا مثيرا للفتنة منافيا للواقع والحقائق ما هناك أي تواصل مني مع قناة الجزيرة أو تصريح مني إلى قناة الجزيرة وحتى المادة التي سجلت أصلا ما كان مخصد منها أن تصل إلى قناة الجزيرة وما لأي علاقة فيهم وما كان مني أي تواصل مع قناة الجزيرة جمال لبلوشي شقيق هشام هلال لبلوشي كان أحد الحاضرين وكان شاهدا على حقيقة ما حدث التقرير اللي نشر في الجزيرة مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو أنا شفتها سابقا وفي التغرير نشرينها كلها مقطعة على أساس أن يوصلون للهدف اللي هما يبونه والفيديو اللي أخوي يتكلم فيها عن الأجهزة الأمنية ومحمد صالح يتكلم عن الأجهزة الأمنية هو الفيديو سجل في بيتنا في المجلس تسجيلات صوتية تضمنها تقرير تلفزيون البحرين أظهرت اتصالا هاتفيا بين محيد دين خان الهارب في تركيا بغية دعوته إلى الدوحة والحصول على لجوء سياسي فيه أخوة واصلوا معايا من قطر فلما حولي يعني عرض عليها أنهم عندهم الآن نظام جديد في قطر طلعوه حق اللجوء السياسي فلما حولي أنه هل نكلم الحكومة يعني رتب لك ترتيب حتى أنك أنت تجي إذا صار شيء مثلا هنا ضيقت يعني في تركيا أنك تجي مباشرة هناك وتقدم لجوء في المطار فقالوا هذه فيه إمكانية يعني